قد تبدو هذه المشاهد خاصة بصناعة السينما أو الرسوم المتحركة ولكن حقيقة الأمر أنها طائرات من نوع درون بسيطة التصنيع والقدرات تستخدم كطائرات استطلاع من قبل الثوار وتلعب دورا هاما في العمليات العسكرية بمنطقة درعة طارت الفانتوم هي طائرة بسيطة غير مجهزة للعمل العسكري تم استخدامها من قبل الثوار بسبب قلة الإمكانيات بينما قوات النظام والميليشيات الإيراني وحزب الله لديهم طائرات كبيرة ومجهزة لهذا العمل وتم الاستفادة من طائرة الفانتوم في عدة معارك في هوران يقوم محمد الخطيب بتجهيز طائرته كل صباح يمدها بالطاقة اللازمة ومن ثم يطلقها تحلق في سماء درعة من خلال جهاز التحكم عن بعد فهي بمثابة عين ترصد من خلالها المواقع العسكرية التابعة لميليشيا النظام وتزود غرفة عمليات الفصائل بالصور لتصبح العمليات العسكرية أكثر دقة ووضوحا طائرة الدرونز جزء مهم من عملي لومي بعمليات الرصد المتابعة لخطوط قوات النظام بكامل الريف الغربي من درعة تكمن أهمية هذه الطائرة كونها تصل لمسافات بعيدة أو بالخطوط الخلفية لقوات النظام بتساعدني كثير بتحديد الأهداف أو بنك الأهداف بالخطوط الخلفية اللي احنا ما نقدرش نوصل لها أو نرصدها عن طريق الرصد المباشر بالنواظير طائرات الدرون كما هو متعارف عليها لم يصل منها للجنوب سوى النوع المسمى بفانتوم والقادرة على التحليق لارتفاع يتجاوز أربعمائة متر ولمسافة تصل إلى كيلو مترين اثنين في حين تعمل شحناتها الكهربائية لمدة تصل إلى عشرين دقيقة تم استخدامها لتوجيه الثوار في معركة المنشية ضد ميليشيا النظام وفي معارك ضد تنظيم داعش في حوض اليرموك تعتبر طائرة الدرون بمثابة إضافة استراتيجية هامة لقدرات فصائل الجيش الحر العسكرية وذلك بالرغم من صعوبة تأمينها وعجز البعض عن شرائها لارتفاع سعرها باسل أبو يوسف أوريانت نيوز درعا